هتقول إيه الإبني؟ إبني إبني حسام حسن إبني بقوله ربنا يكرمك وإنت رجل قديت الأمانة وتقلقت في نادي سموحة وأحرصت أهداف كثيرة وصنعت أهداف كثيرة ولولا الأصابة كنت كمان وصلت هذا الكلام وإن شاء الله الموسم القادم حسام حسن يبان بالصورة اللي أنا عارف عنه واللي مصر كله عارفه عنه إنت كان عندك أمل إن حسام السنة الجاي إن شاء الله رحمة الله لنا عمر ممكن يبقى هدف هو كان هدف الدوري سنتين ويرجح هدف الدوري طيب إنت السنة الجاي هتشوفها إزاي هل هيبقى سموحة مختلفة عن الفترة اللي فاتت وهنشوف حاجة تانية يعني لم يوفق نادي سموحة في كذا مرة وصل على منصة التتويج نهاء الدوري والنهاء الكاس مرتين نهاء الكاس مرتين لم يوفق وإذا الكرة فيها مكسب وفيها اخسارة إنت السنة الجاي هتعمل إيه مع الفرقة والله بس سموحة ظلم لو إحنا كلمنا كده الظلم لو إحنا كنا في بلد تانية ظلم من أي جانب من الحكام من الحكام من الحكام إنت على طول كنت بتطلع عندك في السوشيال ميديا وماسك الحكام مقطعها وبتطلع بالصوت والصورة مفيش كل الحكام شرفاء كل الناس محترمين أنا بحترمهم طبعا ومقدرهم لكن لأسباب أو لأخرى جم على نادي سموحة جامد قوي ليه؟ شمعنا نادي سموحة؟ والله يومسؤول كبير كمان جاء على نادي سموحة في نهاية آخر أنا نهاية كاس 2014-2018 أنا الفائز ده نادي مسؤول كبير من اتحاد الكورة؟ من اتحاد الكورة سنة 2018 قالك مين سموحة ده اللي عايز ياخد الكاس؟ ده سلام؟ ها طبعا ده إحنا سنة 2018 ده التحكيم كان كارسة و2014 التحكيم كان كارسة ده تحكيم كارسة في كل الأحوال ها كان كارسة كارسة والعلم مسياتك ده بيضع في الكورة المصرية لأن الدول المتقدمة كرويا وارد أن أي ناديب هو البطل وارد ما بتشوف الدورة الإنجليزية وكان مصر بيحصل فيها كده ها طبعا بس لما كان الفرقة لها ظاهر سياسي خلت مسياتك إنما أنا في 2014 خسرت أمام الآلي بهدف اعتباري والهدف الاعتباري مش معترف بيه في الفرانس فوتبول كلموني قبل الماتش ده بأسبوع قالوا لي هنحط صورتك على الغلاف فرانس فوتبول عشان أنت هتكسب الدولي وحتكسب الكاس اللي كنت غالب الآلي والزمانك في الدورة الربعية اي واخت بيحصلك وجيت الكاس المهم حصل اللي حصل في الدولي جينا في الكاس جهات جريشة كارسة 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 هل كان في حاجة بينك وبينهم لا بالعكس طب همال إيه يعني بياخده أوامر ما قدرش أقول بياخده أوامر هوا سهل يعني هيستقصد ليه سموحة إلا إذا كان فيه توصيل ما قدرش بقى ضغوط الجماهيرية ضغوط هو كان فيه جمهورة ما كانش فيه جماهيرين ما قدرش بقى أنا بص عايز أقولك حاجة بص أنا مش بيسامح أي حد ظلمني ولو أنا ظلمت أحد أنا مش بيسامح بس أنا حاس بي الله ونعمل وكيل في أي حد ظلم نادي سموحة لأن طبعا نادي سموحة عمل إعجاز في الكورة يعني من لسه طالع شوف حاجة كان دخلت مربع زي بكم مرة أنا جيت ناريت كم مرة أنا جيت كذا ده مرة الاتحاد الكورة الاتحاد السابق كنت أنا أنا سابق بيرامدس بعتولي حكم درجة ثالثة وما فيش فار في آخر مباراة عشان أتعادل عشان بيرامدس يجي قدامي يبقى هو بين التالث وانا الرابعة لغوا الفار ولا فار وحكم درجة ثالثة ما حكمش دوري إلا المطش ده لحكم قبله ولحكم بعده طيب فيه سبقات جديدة الفترة اللي جاية ان شاء الله فيه في حدود إمكانياتنا طيب هتشتري ولا هتتعتمد على الإعارات لا 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 لعيبة بتوعنا خالص في حدود إمكانياتنا حدود إمكانياتنا بس هنعمل فرقة هتكون فرقة يعني مصار إعجاب الناس يعني أنت هتستمر على سياسة الإعارات ولا هتت لا 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 أنا كنت بعمل خليط بين ده وبين ده يعني يعني ظروف حكمت علي في آخر سنتين قبل كده أن أنا أجيب من ده ومن ده ما كده وكده كرة القدم بالنسبة لمهانس فرج عامر بقيت بيزنس ولا ده حب أنت مارسته ومبسوط به وهل فعلا نادي سموحة دلوقتي بقى بيكسب كواس قوي من كرة القدم لا ما فيش نادي بيكسب ما أنا لسه أجيهلك أكمل بيت السؤال وشايف أن العملية بقت مربحة هل الكلام ده بزيهن مهانس فرج عامر الفترة اللي جاية ولا فيه تكتيك تاني وفكرة تاني غير الفكرة ده بس قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة بيلي المجهز ترجمة نانسي قنقر